مجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالسيف بالنسبة للفرق التي نظمت على همش البطولة العربية العسكرية للفروسية عن حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 131 نقطة والأردن بالمركز الثاني بنتيجة 122.5 نقطة والعراق بالمركز الثالث بنتيجة 102 نقطة فيما أسفرت نتائج فرد السيف عن فوز اللاعب أسامة لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة 42 نقطة وفي المركز الثاني اللاعب أحمد بكر من مصر بنتيجة 37.5 نقطة وجاء في المركز الثالث اللاعب روني هاملت الخواص من مصر بنتيجة 36 نقطة وقام الشيخ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد واللواء أركان حرب إيهاب لطفي مدير المدرعات للقوات المسلحة وسفير رواندا بالقاهرة بتكريم اللاعبين أوائل الفرد والفرق لالتقاط الأوتاد صرحت دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5256 وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وأكد وزير الإسكان خلال متابعة سير العمل بالمبادرة الرئاسية السكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة ضرورة الجولات الميدانية المتواصلة بالأعمال التي يتم تنفيذها وتكثيف العمال والمعدات للانتهاء من التنفيذ في الموعد المقرر وبالمواصفات والجودة المطلوبة أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 4342110 مواليد ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة تحت شعار 100 مليون صحة وذلك منذ انطلاق المبادرة في 13 يوليو عام 2021 وأشارت وزارة الصحة إلى أن المبادرة تعمل حاليا بمرحلتها الأولى التي تستهدف الكشف عن 19 مرضا وراثيا لدى الأطفال المبتسرين في حضنات مستشفيات وزارة الصحة والسكان ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهيئة العامة للأمنية التعليمية تمكنت من تسليم 8236 مشروعا بإجمال 127450 فصلا على مدار عشر سنوات وشددت الوزارة على استمرار جهودها للارتقاء بالمنظومة والقضاء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم والتي من أبرزها مواجهة تحدي الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية يستضيف فريق النادي الأهل بقيادة السويسري مارسل كولر نظيره مازينبي الكونغولي في العشرة مساء ضمن منافسات إياب نصف نهاء دور أبطال إفريقيا ويتطلع الأهل للصعود إلى المباراة النهائية لدور الأبطال للمرة الخامسة على التوالي بعدما حصد لقب بطولة إفريقيا النسخة الماضية على حساب الوداد المغربي لسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي